مباحثات العاهل المغربي والرئيس الصيني شكلت فرصة يقول بلاغ الديوان الملكي لتقديم الشكر لبيكين لدعمها ومواكبتها للإجراءات الاحترازية الصارمة التي تخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا سواء على مستوى المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات قائد البلدين تناولا أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة الجائحة العالمية وهو التعاون الذي أثمر سلفا الأسبوع الماضي شركة واعدة بين المغرب وشركة سينوفارم الصينية اتفاقيتان وقعتا في العشرين من غشت بالرباط بين المملكة وعملاق الأدوية الصيني من أجل إشراك المغرب في التجارب السريرية للقاح مضاد لكوفيد-19 بما سيمكن المواطن المغربية من أن يكون من بين الأوائل في الحصول على اللقاح كما شرح وزير الصحة خالد أيت الطالب في تصريح للصحفة جوجة الاتفاقيات الأولى لهدف ديرها هو من انخيرات دير المغرب في تجريبة اللقاح واتفاقية الثانية والتي هي اتفاقية تمنح المغرب بواحد امتياز باش يحصل على اللقاح ديره في أقرب وقت وبالعدد الكافي اللي يقدر يحتاجه شركة تعكس مدى عمق وتميز العلاقات التي تربط بين المغرب والجمهورية الصينية وتتبدى واعدة مع شركة سينوفارم كونها فاعلا رائدا وطنيا ودوليا والسادس أكبر منتج للقاحات في العالم مع مجموعة من اللقاحات الفعالة المعتمدة من طرف منظمات الأمم المتحدة وإمكانيات هائلة جعلت الشركة تتصدر الجهود العلمية الحثثة الحالية وتجارب سريرية لتطوير وإنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كوفيد 19